النهاردة عمر عصر لاعم منتخبنا لتنس الطاولة بيتأهل لربع نهاية أوليمبياد باريس بعد الفوز على الكازاغستاني كريل بنتيجة 4-2 عصر بيقرر إنجازه في الأوليمبياد بالوصول لربع النهائي بعدما فعلها من قبل في توكيو علشان يحلم بالوصول نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه ويخلينا نحلم معاه بحظم ميداليا جديدة وفي كرة اليد منتخب فرنسا بيفرح وهو وسط جماهيره بتعادل بشكل أنفس مع منتخبنا بعد أداء مميز ومعتاد من أبطال هذا الجيل طوال اللقاء بشوية تركيز أكبر كان بالإمكان أفضل من مكان لكن ملحوقة انتصار وحيد يفصلنا عن ربع النهائي فيارب تكمل عليك يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة نهاردة اليوم حلو بنسبة كبيرة في الأولمبياد لسه ما فيش ميداليا بس اليوم حلو عمر عصر عمل أداء رائع جدا وصل لربع النهائي في إنجاز تاريخي لتنس الطاولة المصرية للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد بعض الناس شايفة أنه هو أنتوا يا جماعة ليه فرحانين قوي أنه هو وصل لدور التمانية فين الحكاية ما احنا بناخد ميداليات في ألعاب كثيرة الشمعنى دي لما فيه لعب من مصر هو تحديدا عمر عصر لما بيوصل لدور التمانية بتعمله الحفلة والهيسة دي كلها أشرح لك تنس الطاولة لعبة احنا مش مميزين فيها عالميا هي لعبة شعبية بالمناسبة كل الناس في مصر يعني كثير قوي من الناس في مصر لعبوا تنس طاولة بس عمرنا ما كنا مميزين فيها على المستوى الاحترافي ما عندناش إنجازات عالمية فاللي بيعملوا ده إنجاز عالمي احنا مش مصنفين عالميا كمصر في تنس الطاولة مش من الدول المصنفة مصنفين في اليد ده مثلا في رفاق الأسقال في الملاقمة في قراتي فالعب كثيرة أخرى لكن دي لأ دي لأ احنا بعيد قوي باختصار يعني باختصار عاملة بالزبط كده زي لما توصل في كرة القدم ربع نهائي كأس العالم ساعتها هتيبقى ده إنجاز عظيم جد اهو ده اللي بيحصل في تنس الطاولة ده اللي بيحصل مع عمر عصر عنده مواجهة في دور التمانية مع لاعب سويدي اللعب السويدي ده خرج المصنف الأول عالميا هقولك رغم انه خرج المصنف الأول عالميا بس المواجهة معاه هتبقى ان شاء الله فيها فرصة إن احنا نوصل لنصف النهائي نعرف نلعب مع لعبة أوروبا لكن لعبة أسيا صعبين جدا تحديدا من الصين صعبين جدا جدا وهي حاجات بتاعة ربنا يعني هم كسارة في القامة عندهم سرعة أمور بدنية تفاصيل كبيرة في اللعبة دي بتساعد عشان كده عمر عصر عشان يقدر يوصل لهذه المرحلة محتاج مجهود عظيم ومجهود كبير مش عايز أرجع للماضي القريب وأقولك ان عمر عصر عانى معاناة كبيرة جدا عشان يتجهز للأولمبياد دي مش موضوعنا دلوقتي احنا موضوع الاحتفال والانبساط والسعادة به فمش عايزة أخش في أزمات ومشاكل خلونا نشوفه هيعمل إيه للنهاية وان شاء الله بإذن الله ناخد ميداليا جديدة لمصر في أولمبياد باريس ويبقى إنجاز تاريخي خد بالك لا لعب عربي ولا لعب أفريقي وصل لهذه المرحلة دور الثمانية في تنس الطولة إن شاء الله يوصل سيمي فاينال إن شاء الله يخرج من منافسات الأولمبياد بميداليا يستحقها بعد مجهود عظيم جدا برضو النهاردة في كورت اليد فرنسا عشان تبقى فاهم حينما ما بنكسبش فرنسا في كورت اليد النهاردة كنا رجبين المباراة بشكل رائع جدا في الشوت الأول ومخلصين فرق خمس أهداف الشوت الثاني حاجات غريبة كبيرة تحصل ضيعنا كرات سهلة جدا دفاعين ما كناش جيدين فرجعت علينا فرنسا ورغم إنه هما رجعوا إحنا قدرنا نحافظ على التقدم طوال الشوت الثاني حتى لو بفارق هدف واحد طول الوقت كنا بنحافظ على فكرة فارق الهدف وجم في آخر ثانية آخر ثانية حرفيا وتعادلوا معنا وقدر أقول النهاردة إن التعادل قبل المباراة كنت ممكن تقول لو تعادلنا مع فرنسا نتيجة جيد بس اللي شفناه في المباراة إحنا كنا هنكسب مرتاحين الحاجة الإيجابية العظيمة في المباراة النهاردة إنه فرنسا احتفلت مع جماهرها بالتعادل مع منتخب مصر وده في حد ذاته حدث تاريخي وأنا بفرح دايما بكرة اليد عشان حطانا في مكانة كويسة أو كلعبة جماعية إحنا زينا زي كبار العالم ما نقلش عنهم في شيء فرقات يعني بسيطة أوه ممكن تلاقيه مع منتخب الدنمارك مع منتخب النرويج ساعات مع فرنسا بس أنت قريب جد عادي تكسبه تقدر تكسبه مش بعيد عنهم أوش إحنا موقفنا في المجموعة جيد بس هنحتاج نلعب مع النرويج وإن شاء الله نكسبها ودي مباراة صعبة جدا المباراة اللي جاية وبعد كده هنلعب الأرجنتين دي مباراة صهلة وهنكسبها هنسعد آه هنسعد بس الترتيب بيفرق يعني هما ست منتخبات في المجموعة بيسعد أربعة لو أنت الرابع هتلعب الأول وكذا بقى لو أنت التالت هتلعب التاني لو أنت التاني هتلعب الأول وكذا يعني الترتيب دي بس عشان ما تلغبطش معاكم بس أنت كل ما بيبقى ترتيبك قليل بتلعب مع منافس أصعب في الدور اللي جاي فأنت بتحسن ترتيبك طول الوقت فإن شاء الله تصوري أن احنا هنختم هذه المجموعة في المركز التالت ووالد جدا نختم في المركز التاني كمان لو عملنا ده وصعدنا الربع النهائي في المركز ده تاني أو تالت إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا ونسعد نصف النهائي إن شاء الله منتخب حلوة أوش بس فيه شوية حال كده إيه اللي هو وانت بتفرج على المباراة بتوع تقول ليه يا أخي ليه يا أخي دي كايت سهل بحيث إن احنا فيه بعض الأوقات بنبقى واسقين من نفسنا جدا وبعض الأوقات بنتوتر جدا 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 زيادة عن اللازم إن شاء الله ربنا يكرم هذا المنتخب